مساء الخير وأهلا بيكو حلقة جديدة وكلمة أخيرة وإذن وطبقا لإعلان الوطنية للانتخابات النهاردة سيكون لدينا في مصر رئيس جديد يوم 18 ديسمبر الانتخابات في الداخل 10 و 11 و 12 وتحت إشراف قضائي كامل هنأرض لكم جدول الانتخابات مفصلا بعد قليل لكن احنا كنا قلنا لكم منذ أسابيع قليلة أنه بنهاية ديسمبر في رئيس جديد لمصر وأن الانتخابات في النصف الأول من ديسمبر وبالفعل 18 ديسمبر لدينا رئيس جديد لمصر لمدة 6 سنوات و 10 و 11 و 12 هي مواعيد الانتخابات في الداخل عندنا النهاردة فقرتين فقرة حنقش فيها الإجراءات الانتخابية قواعدها من المرشحين المحتملين تفاصيل حوالين الانتخابات وفقرة أولى مع المخرجة منال الصيفي أرمالة الراحل الفنان أشرف مصلحي الذي رحل عنا منذ أيام قليلة هتحكي لنا قصة الحب والألم والحياة أنها قصة مليئة بالمشاعر ومليئة بالشجن أيضا أما عن كرة القدم والنوادي الرياضية أولا الزمالك اتعادل منذ قليل واحد واحد مع المقاولين المقاولين اقتنص التعادل مع الزمالك في ديئة 99 بالنسبة بقى ليه انتخابات أخرى هي انتخابات النوادي أمس كان عندنا لقاء مع كابتن فاروق جعفر المرشح ليه رئاسة نادي الزمالك والحياة أنه اللقاء أثار الكثير من ردود الأفعال وبكرة هيكون عندنا لقاء آخر مع الكابتن حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك عشان نسمع تفاصيل قيمته الكاملة خطته لإنقاذ النادي نحن على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء اللي احنا عنصادفهم أو غيرهم لكن دورنا أن تسمعهم الجمعية العمومية للنادي وعموم الناس لاختيار الأفضل لنادي الزمالك يلا نبتدي بماراثن للانتخابات اللي بدأ فعلياً لانتخاب رئيس جديد لمصر في الفترة من عشرين أربعة وعشرين لعشرين تلاتين ووفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات النهاردة حيكون لدينا رئيس جديد بعد أربعة وتمانين يوم بالزبط إذا فاز الرئيس من الجولة الأولى حيث ستعلن الانتخابات يوم تمنتاشر ديسمبر أما إذا أجريت جولة انتخابات إعادة فسيعلن اسم الرئيس الجديد أو التجديد للرئيس الحالي يوم ستاشر يناير أي بعد مية وتلاتاشر يوم من الآن ولكن رئيس جديد لمصر أو رئيس لمصر سواء رئيس سيسي أو أي من المرشحين الآخرين حيعلن بعد أربعة وتمانين يوم من الآن الفوز من الجولة الأولى يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة يعني إيه الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة خمسين زائد واحد يعني نزل مثلاً عشرين مليون تلاتين مليون لازم المرشح يحصل على خمسين في المية من الأصوات الصحيحة زائد بلاس ون يعني واحد وخمسين صوت مش واحد وخمسين في المية خمسين زائد واحد إذا حصل المرشح على هذه الأصوات خلاص يحسن من الجولة الأولى إذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه النسبة بيتم إجراء إعادة جولة إعادة بين المرشحين الاتنين اللي حصل على أعلى الأصوات طيب إذا تساوى عدد أصوات المرشح تالت مع أصوات مرشح تاني تجرى الانتخابات بين المرشحين التلاتة ويعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التصويت في الجولة الأولى في الخارج خلونا نشوف بقى المواعيد التصويت في الجولة الأولى للخارج هيكون على مدى تلات يام يوم واحد واثنين وتلاتة ديسمبر الحالي من تسعة الصبح لتسعة بالليل بحسب توقيت كل دولة وفي الداخل زي ما قلنا لكم عشرة وحداشر واثناشر ديسمبر برضو من تسعة الصبح إلى تسعة بالليل إذا وصلنا بقى لجولة الإعادة ده هيكون وضع آخر هيكون التصويت لمدة تلات يام أيضا ولكن خمسة وسبعة وتمانية يناير أربعة وعشرين أو خمسة وستة وسبعة وفي الداخل تمانية وتسعة وعشرة يناير النهاردة بإعلان دعوة الناخبين للاقتراع تغلق قاعدة بيانات الناخبين يعني لن يقيد أي ناخب جديد من النهاردة ويتم إعلان قاعدة الناخبين نهائيا وفقا لآخر رقم إحنا خمسة وستين مليون يحق لهم التصويت في انتخابات عشرين أربعة وعشرين اللي هي خامس انتخابات تعددية في مصر كده إحنا بنتكلم على أربعة وتمانين يوم أو مية وتلاتاشر يوم من الأعمال الانتخابية الشاقة إذا ما جرت جولة إعادة طبعا ومع دعوة الهيئة الوطنية لانتخابات للناخبين للاقتراع خلاص يعني كل مرشح يمكن أن يجمع التوكيلات لتأييد المواطنين وطبعا إحنا عارفين يكون مرشح إزاي هو محتاج خمسة وعشرين ألف تأييد أو توكيل من خمستاشر محافظة على الأقل على الأقل لكل محافظة ألف تأييد أو تسكيت عشرين من أعضاء مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات تكلفت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري في المحافظات بأنها تفتح بوابع لتسبيت تأييدات المواطنين الراغبين للترشح للرئاسة مجانا وبالفعل اتنشرت عنوين المكاتب على مستوى الجمهورية يعني تقدر تروح لواحد من المكاتب اللي نشرتها سواء اللجنة أو مكاتب التوثيق العقاري الشهر العقاري في مكاتب معينة في كل محافظة لتوكيلات لتحرير التوكيلات مجانا تعالوا بقى نشوف باقي التوقيتات الانتخابية خطوة بخطوة يلا نبتدي بقى بتلقي طلب الترشح وده حيكون لمدة عشر تيام من 5 ل 14 أكتوبر في 2018 دي كانت نفس الفترة عشر تيام في انتخابات 2014 كانت أطول شراكة 21 يوم وده الفترة اللي يمكن معارضة ساعت تقول انها فترة قليلة ولكن المفروض ان الأحزاب تكون مستعدة بطلبات بالتوكيلات او جهزة بالتوكيلات بحيث انه اول ما يتفتح الباب يبتدي عمل التوكيلات يكون اسهل واسرع 16 أكتوبر اعلان القايمة المبدئية لأسماء المرشحين واعداد المزكين او المؤيدين لكل منهم 17 و 18 أكتوبر عندنا تلقي اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض عندنا 19 ل 21 أكتوبر فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات او اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض 22 أكتوبر اختار المترشح المستبعد بقرار استبعاده واسبابه 23 و 24 المترشحين اللي هم تم استبعدهم ممكن يقدموا تظلمات ان وجدت له الهيئة ستقوم بفحص التظلمات والبت فيها يوم 26 أكتوبر وتخرط المترشحين يوم 27 و 28 أكتوبر بعد كده الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات الاستبعاد او قبول الترشح وتفصل الادارية العليا في الطعون خلال 10 تيام في الفترة من 29 ل 7 نوفمبر طيب يحصل ايه بعد كده؟ بعد معلش هي تفاصيل كتيرة ولكنها اجراءات مهمة في التقدم والطعن والترشح وكده بعد فاصل الادارية العليا يكون يوم 2 نوفمبر اخر موعد لسحب اي من المترشحين طلب الترشح واختياره للرمز الانتخابي 8 نوفمبر 9 نوفمبر تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين بصورة نهائية يعني لو احنا عندنا موعد مهمة هنقول انه يوم موعد الانتخابات وموعد اعلان الرئيس يوم 5 طلبات الترشح ليوم 14 يوم 9 نوفمبر ده يوم مهم جدا لانه هذا هو اليوم اللي هنعرف فيه اسماء من ياخدونا انتخابات السباق الرئاسي او من ياخدونا السباق الرئاسي بالفعل ليه؟ لان قبل كده كل دول مرشحين محتملين من النهاردة حتى 9 نوفمبر مفيش مرشح مؤكد للانتخابات كلهم مرشحين محتملين كل من يعلن ترشحه او حتى يتقدم بطلب الترشح هو مرشح محتمل حتى تعلن اللجنة نهائيا يوم 9 نوفمبر اسماء المرشحين نهائيا هي ده اليوم الفيصل يوم 9 نوفمبر وطبعا بعدها بيحق للمترشحين كمان قدامهم من 15 ل 16 نوفمبر كمان ان هما يتنازلوا عن الترشح بعدها لا يفيد الانسحاب لانه اسميهم هتكون خلاص طبعت على بطاقات الاقتراع حتى لو قال لك انا مش لاعب ومش نازل ف9 نوفمبر ده تاريخ مهم 5 اكتوبر ده تاريخ مهم بنفكر بالتواريخ الدعاية الانتخابية بقى 20 يوم في الخارج من 9 ل 29 لكن قبل الاقتراعات على طول في صمت انتخابي في الخارج من يوم 1 ليوم 3 ديسمبر الحملة الانتخابية في الداخل مستمر حتى 8 ديسمبر يعني قرابة شهر تقريبا ويوم 8 ديسمبر خلاص صمت انتخابي لانه الانتخابات خلاص بعدها صمت انتخابي لمدة يومين الانتخابات 10 11 12 3 ايام طبعا محتاجين نذكر بان الانتخابات ستجري تحت اشراف قضاء كامل يعني ايه؟ يعني قاضي على كل صندوق وقضاء في اللجان العامة عندنا حوالي 13 الف قاضي هيشرفوا على هذه الانتخابات 10 85 لجنة فرعية بخلاف اللجان العامة قاضي الصندوق بيفرز لجنته ويرسل النتيجة لللجنة العامة وده هيكون يوم 12 بعد اغلاق باب الاختراع ويوم 13 كمان وترسل المحاضر بقى الفرز يوم 13 انتوا فاكرين بقى الانتخابات وكده وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر هذا اذا كانت يعني خلاص اذا كانت مرحلة اولى رئيس فائز او هتقول الهيئة انه لأ عندنا جولة اعادة مرة اخرى اعلان فوز مرشح من الجولة الاولى يحتاج المرشح فيه ان يكون حاصل على 50% زاعد واحد من الاصوات الصحيحة لمن قدلوا باصواتهم موعيد جولة الاعادة بقى هتكون في يناير 6 و 7 يناير للخارج و 8 و 10 يناير اختراع المصرين في الخارج و 16 يناير هو اعلان نتيجة الجولة الجولة الاعادة ليه بالذات ليه الموعيد دي لانها يجب ان تكون جميعا سواء جولة اولى او جولة اعادة تحت اشراف قضائي كامل طب اقول اشراف قضائي طبقا للدستور يخلص يوم ايه يوم 17 يناير 17 يناير خلاص الاشراف القضائي ينتهي اذا باعلان هذه الموعيد تحركت العجلة والان هي مرحلة التوكيلات او دعم النواب وده الحقيقة هو التحدي الاساسي امام اي مرشح خاصة المرشحين اللي ليس لديهم نواب داخل البرلمان يعني طبعا عندنا فيه الرئيس المنتظرين ان هو يعلن ترشحه الرئيس لديه اغلبية في البرلمان وبالفعل فيه ناس كتير ابتدت تعلن انها ستبدأ فيه يعني كتابة التوكيلات او اجراء التوكيلات او اصدارها من المواطنين لكن مثلا نيجي لمرشحين اخرين محتملين الوفد مثلا او مرشح الشعب الجمهوري ودول محتملين برضو يمكن الموضوع بالنسبة لهم اسهل شوية لان لديهم عضاء في البرلمان فقدروا ان هم يجيبوا العشرين عضو من البرلمان لكن المرشحين المحتملين الاخرين من المعارضة مرشحين كلهم محتملين دول برضو امامهم التوكيلات وامامهم اما انهم ما يقدروا ياخدوا تأييد العشرين عضو من البرلمان انبارح الحركة المدنية لحزاب المعارضة اجتمعت وقررت التنصيق بينها لدعم مرشحينها المحتملين المختلفين لكن حتبت فيه سواء انها هتجتمع حول مرشح واحد ولا لا ده بعد ان يكون مرشحا مرة اخرى كل دول مرشحين محتملين مرشح امتى يوم 9 نوفمبر فلما يكون لديهم مرشح ده هيكون بقى عندهم قرار حول الالتفاف حول مرشح ام لا